السلام عليكم عبث مثل مش بعده عبث انقلاب جديد على الديمقراطية والجمهورية قرار هيئة الانتخابات اليوم هو جريمة في حق نيراد الشعبين وانتهاك صارخ لحق تواصل في تقرير مصيرهم بالانتخاب القرار قم في العبث والاستهتار بدولة القانون والمؤسسات وبقوانين الجمهورية الكلام لقانو رئيس الهيئة اليوم مسخرة كبيرة وخزع بلات لا تستقيم بمنطق القانون لهيئة ما عندهاش خيار إلا تطبيق حكام محكمة الادارية احنا في نزاع انتخابي محكوم بالنصوص واضحة جدا شكينا بالهيئة بسبب قرار على اغلى الظالم باقصائنا والمحكمة حكمة لصالحنا ضد الهيئة ما عندهمش الحق مطلقا في التعرب من تنفيذ الحق بقرار اليوم الهيئة هذي أصبحت غير شرعية ومعيش مؤهلة لمواصلة الاشتراف عن مسار الانتخابي لأنها موش فقط غير مستقلة وغير محايدة وإنما أيضا منقلبة على الدستور والقانون ولهذا أولا أعلن أنا عماد محسن الدائمي المرشح ومقبول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عدم اعترافي بقرار الهيئة غير الشرعي ونعتبر نفسي مازلت مترشح بمقتضى حكم الجنس العامة المحكمة الإدارية المعزم ثنين ندعو بقية المرشحين المحترمين لعدم الاعتراف بقرار الهيئة غير الشرعي ثلاثا نتعاهد أننا باش نقوم بكل الوسائل القانونية الممكنة لينهاء العبث ومحاسبة المتورطين فيه ويعادة حق الشعب في انتخابات نازية للشعب بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالنفاع عن الإرادة الشعبية وبدينا في تحضير خطة قانونية ستحاصل المتورطين في الجريمة هذه ضد حق تقرير المصير في القضاء المحلي والقضاء الدولي أيضا أربعا نعلم سيفتي مترشح شرعي للرئاسة عن تجريحي في الهيئة الحالية وسحب الترافي منها وندعو كل المترشحين وكل القوى الوطنية والمنظمات والجهات الحقوقية والقانونية لاعتبارها هيئة غير شرعية وندعو الجميع إلى الانتفاذ حول مطلب وطني بتكنيف جهة قضائية محايدة ومستقلة باستكمال الاشتراف على المسار الانتخابي حفاظا على النظام الجمهوري والسلم الأهل لهيئة هذه ما عادش يمكنها موصلة الاشتراف على المسار الانتخابي احنا بقين وهما يلزم يمشوا احنا وراء التزكيات الشعبية والتساف مئات الاف الموطنين وهما وراءهم قرار تعيين في إجراءات استثنائية غير قانونية احنا نمثلوا ويرات الشعب وهما يمثلوا ويرات الشخص ليعينهم وليحاول يفسد اللعبة الانتخابية ويفرض إرادته المنفردة والمنحرفة وينقلب على إرادة الشعب مرة أخرى خاصة بعد ما شاف التوجه العام للإرادة الشعبية في المشي وشاف تشوق التوانس الكبير للتغيير احنا نمثلوا الأمل في مستقبل مزهر وهم يمثلوا التمسك بواقع مرير أغلب التوانس يشوفوا فيه كابوس مدمر بشيقوت للشعب إلى الفتنة والمجاعة ويقوت لبلاد إلى الإفلاس والعزلة الدولية سادي سنة ندعو أجهزة الدولة الهامية دستوريا وقانونيا لإرادة الشعب لعدم الانخراط في هذا التنقلاب على الإرادة الشعبية ولعدم توفير غيطاء الأمر الواقع للتلاعب الخطير باستقرار البلاد ومستقبلها كما ندعوها لتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على النظام الجمهوري وعلى سلطة القانون وعلى تنفيذ أحكام القضاء سكوتكم على تجاوزات الرئيس المنتهي وولايته لا يمكن تفسيره إلا بمسايرة هذا الشخص أن يرهن مصير البلاد في كل الإجراءات غير القانونية وفي إقصى منافسية وفي هزارة البلاد إلى أزمة وجود وهي لانهيار المؤسسات وانهيار الاقتصاد السكوت على التحتيم المتواصل لدولة القانون والمؤسسات مشاركة فيه السكوت على مساعي تعطيل مسار التغيير خوفاً من الإصلاحات هو مشاركة في مسؤولية انهيار الأوضاع لأن حد البلاد ما عادش تحتمل بقاء الوضع الرائن كما هو خمسة شهور مش خمسة سنوات أخرى سكوتكم على تزوير الإرادة الشعبية والتلاعب بالمسار الانتخامي مش يخليكم الشركاء في إحباط معنويات وصخط مئات ألاف التواصل اللي آمنوا بأن الانتخابات هي فرصة للتغيير وللتداول السلماء على السود مثل ما حد شي يبرر ربط مصيركم ومصير البلاد بمصير شخص يحب يواصل ليحكم البلاد وحده بشكل منصرد وبيفشل دريع ويهدد السلم الأهلية والاستقرار أنظار التواصل كل ما تجهليكم عندكم واجب وطني عظيم في حماية تيرات الشعب متدسوش رأسكم فترة مسؤولية كل واحد فيكم فردية على الوضع الرعن وعلى تطورات الأمور يتواسع احموا ديمقراطيتكم مجمهوريتكم واستقرار بلادكم ومستقبل أولادكم بكل الوسائل السلمية ورد بالكم ترجعوا لمربع الخوف بعد ما خرجتوا منه خلال الأسابيع الماضية الخوف غير اتجاهه بعد هبتكم الشعبية الكبيرة خلال المدة الأخيرة اللي يلزم يخاف هو اللي يتلاعب من إرادة الشعبية ويلعب بقواعد العيش المشتركة بقيام الجمهورية مش اللي يتمسك بها وينظر من أجلها لبلاد بلادكم وانتم ملاكة بشكل رأيه وإرادتكم يلزم تحترم وحتى حد ما عنده الحق يعفس عليها ويفرض عليكم إرادة شخص يحب يواصل يحكمكم بالقوة وبالتلعب والتحيل والهيمن على المؤسسات واستضعاف الأجهزة تونسا مانا كونوا مستعدين للدفاع عليها وعلى إرادتكم وعلى مستقبل أولادكم وميصحكي نصحيح ترجمة نانسي قنقر